في الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح عندما تكتشف زينب أن خليل زينب قد خلع خاتم زواجه تنشأ موجة كبيرة من الغيرة عندما يقترب أتيلا من زينب لقد غضب وفقد السيطرة وضرب أتيلا واتهمه بأنه طاغية تحسين علاقتهم جعل علاقتهم أكثر أكثر صعوبة وعلى الرغم من أن زينب أرادت الرد بغضب على موقف خليل القمعي إلا أنها تراجعت واستمرت في الاعتقاد بأن خليل أضر بالثقة بينهما بشكل خطير السلوك الفضل والغاضب أضر بمشاعر زينب تجاهها بين موزاد التوتر بين الاثنين يوما بعد يوم وعلم خليل أن ميرفي متهمة بالسرقة وعرض على زينب حل موقف ميرفي ومع ذلك فقد اشترط أن يكون معا مقابل مساعدته زينب ومن الخطأ للغاية أن خليل يرغمها على القيام بمثل هذه التجارة في كل مرة تجد نفسها في موقف صعب ذهب أبعد من ذلك وأوضح أن تولاي هي في الواقع من الحقة الضرر بالميدان كان إيمانها وحبها لخليل يمكن أن يجتمع في مكان هادئ بعيدا عن المزرعة قبول عرض خليل لإنقاذ ميرفي عن غير قصد خلال هذا شاهدت زينب المحاكمة بالبكاء كلام خليل مهما قال وهو ينتظر زينب على رأسي عكست موقفا متناقضا عاطفيا لكن موقف خليل ومحاولة التلاعب عاطفيا بزنجعة العلاقة بينهما أكثر تعقيدا أصبحت شخصية خليل أكثر قتامة إن الافتقار إلى الحب والثقة يضع زينب أمام اختبار كبير القرارات التي تتخذها زينب ستحدد حريتها ومستقبلها لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لنراكم في فيديو تحليلي آخر شكرا